اشتركوا في القناة للمحترفين لقب نهائيات بطولة القتال النهائي مؤكدا سموه أن هذا اللقب نتاج للعمل المتميز الذي قام به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من أجل الارتقاء بالفريق وتهيئاته بصورة بارزة للمشاركة في البطولات المختلفة وتحقيق النتائج الإيجابية باسم المملكة وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الذي يعد من الإنجازات البارزة على صعيد رياضة الفنون القتالية المختلطة جاء ثمرة لدعم عاهل البلاد المفدة مؤكدا وقوف المجلس الأعلى لشباب والرياضة واللجلة الأولمبية البحرينية إلى جانب فريق خالد بن حمد للفنون القتالية لتحقيق المزيد من الإنجازات وأشهد سموه بالأداء المتميز للمقاتل المحترف فرانكي إدغار والذي ساهم في تحقيق هذا المركز المتقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر